انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية يرافقها نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة يأتي ذلك لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل القطاع وتأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية تستمرارا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهل القطاع وتأكيدا على دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط لدفع المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة انطلقت طائرات النقل العسكرية المصرية على مدار الأيام الماضية يرافقها نظراتها من الدول الشقيقة والصديقة ضمن التحالف الدولي من المملكة الأردنية الهاشمية نحو قطاع غزة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التي يصعب الوصول إليها داخل القطاع للتخفيف من جراح وألام السكان ولتمنح تلك المساعدات قدراً ضائلاً من الأمل لأهالي القطاع جراء استمرار الحرب داخل القطاع ترجمة نانسي قنقر